اهم اسبوع في حياة طائر البجي وطيور الزينة عموما الاسبوع ده مهم جدا انك تهتم في التغذية بتاعتهم انا جاي بالنهاردة عشين هنفتح ونشوف الزغريل اللي فيها ونشوف عمرهم وحجمهم وكمان عمل لكم وجبة مفيدة جدا قوية فيها يعني كل اللي هم ممكن يحتاجوه في الفترة الاوانية عملتها وهقول لكم على الطريقة بتاعتها ويلا نشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايه جميعا يا رب تكونوا بخير دي الحلقة رقم تسعة من سلسلة تجهيزات الموسم الجديد فتحنا اول عش وبسم الله ما شاء الله فيه تلات زغليل عمر الكبير منهم حوالي سبع ايام وبعد كده اللي اظهر خمسة ايام واللي اظهر منه حوالي تلات ايام ولسه فيه بطين فيه اه العش طيب العمر ده عمر مهم جدا او الفترة دي فترة مهمة جدا وحساسة جدا ليه لان الزغليل بيكون لسه مناعتهم ضعيفة او بسيطة لسه متكونتش بشكل كامل بتتكون كل ما بيقابله نوع من انواع اتهديدات زي الاكل اللي بيأكلوه لو فيه اي اه مكون اه صعب عليهم او عندهم اه مشكلة منه او الجهاز الهضمي مايقدرش ان هو يتعامل معه بسهولة اه نفس النظام اه لو قابله اه اي مايكروات او فيروسات الحشرات اللي ممكن تتكون كل ده اه عوامل تهديد هي اللي بتشكل وبتقوي بهاز المناعة بصوا ما شاء الله الزغلول اه يعني بطنه ما شاء الله انا ليه انا اكله هو اه اه انا في الفترة دي لغاية عمر السبع ايام ده انا ما دخلت الهمش اكل تاني غير الحبوب مدخل مع الحبوب حاجات التانية برضو نواشف ممكن اه تساعد زي اه اه الدخن زي بزور الطاقة اه في ناس بتجيب اللي هي البزور اللي متلخبط على بعضها انا مش بستعملهم بشكل دوري يعني انا ممكن استخدمهم لو عندي بتوقيس زي دوت بزور الجرجير بقى وبزور اللفت والمجموعة دي اول اللي موجودة عندك منهم المهم انك تستخدم نواشف في الفترة دي تبعد عن المية في اول سبعة ايام تبعد عن الحاجات الاكل الطري او الاكل اللي ممكن يحصل له تعفن اه بسهولة او اه تنمو في بكتيريا او فطريات لعشان خاطر احنا قلنا ان المناعة بتاعتهم بتكون ضعيفة طيب انا عارف ان انا بقولي الكلام ده وفي ناس اصحام مدرسة البيت بالبقسمات اول ما الزغالية تفقس ادي بيت بالبقسمات انا الصراحة مش اه بقيد المدرسة دي وان كان في ناس بتعملها وما بيحصلش عندها مشاكل لكن انا باتكلم بشكل اه يعني علمي وعملي هو البيض من الحاجات اللي تقيلة وجبات قيلة هل كل الزغاليل او كل الصغيرين هيقدروا اه ان هما يستحملوها ولا لأ بالاضافة ان البيض من اسرع الوجبات اللي بتفسد بسرعة طبعا لما بتفسد بسرعة بيتكون حاجات ومكونات ضارة جدا على البناء ادم فما بالك الطيور طيب يعني الفترة دي محتاجة مننا ايه محتاجة مننا ان احنا ناكل الاكل الطبيعي ولكن هنزود نسبة البلكم والفلارس عشان خاطر يكون فيهم غزة احنا ممكن الفترة دي اصلا اه يعني تشيل الدنيبة خالص من من الخلطة او تقللها يعني الاقل كمية لان انت مش محتاج اه تدي احساس شبع بدون اه فايدة او بدون قيمة الدنيبة من اقل المكونات في الخلطة بتاتي الحبوب اه فايدة الاساسية في الشبع فانت عايز تدي قيمة غزائية اه من غير ما تدي شبع على الفاضي فحندي بالكاموفلارس بكمية اكبر وهندي الدخن وبزور طاقة اي حاجات نواشف بمعودهم ان هما ياكلوها وحتكون ساعتها مفيدة جدا محتاج كمان انك تبعد عن قصة الطيارات بقى وفتح طيارات الهوى وفتح العشوش باستمرار عشان خاطر برضو بتكون مناعتهم ضعيفة ضد البرد وضد ايه ان هما ياخدوا دور بردي كده مش ويخلي اه يعني مناعتهم تضعف وممكن ميقدرش ان هما يقوموا اصلا الدور دوت وهم صغيرين فبلاش تفتح البيضة بكل اه كل شوية اه عشان ان انت تتفرج عليهم او تبص عليهم لان ده كمان بدوره ممكن يخوف الانثة وممكن اه يخليها ما تأكلش الزغليل فا اه اه افتح للاطمئنان وتكون الانثة برا لعيش وخلاص ويلا بينا ندخل على النص التاني من الفيديو وهو الوجبة اللي انا عملتها لهم بعد ما الزغليل عدت اليوم السابع طبعا مش شرط اليوم السابع انا بكلمك يعني في المتوسط يومين زيادة يوم اقل مفيش مشكلة يعني انا بالنسبالي بحب ان انا يكون كمان بعد اليوم السابع ممكن يعني في اليوم العاشر ابتدي اقدم الوجبات ديت عشان كمان الزغلول الزغير يكون عدى عليه مدة كبيرة اه الوجبة ديت فيها حاجات كثير جدا فيها زي ما انتم شايفين شبت وبقدونس فيها جزر مبشور فيها آآ كوسة مبشورة فيها كمان حلبة مستنبتة آآ يعني تقريبا كل المكونات اللي ممكن يحتاجوها فيها كمان بصل اخضر بس قليل انه عندي الطيور ما بيحبوش يعني مش بيقبله عليه بس بحطه في النص كده عشان الفايدة بتاعته وعاصر على الخليط ده كله آآ نص لامونة فآآ يعني حاجة مفيدة جدا وفيها كل تشكيلة كده وآآ وكمان معطع فيها آآ فلفل رومي القلوب بتاعت الفلفل الرومي طيب آآ ده شكل الحباية بتاعت الحلبة المستنبتة بقدمها لوحدها بقدمها في وسط احاجات تانية شوف ما شاء الله يعني الاستنبات فيها آآ كويس جدا ده بقى الجزء التاني من الاكل اللي هو حبوب الغلة او حبوب الامح اي من كان بتسموها ازاي آآ البليلة بتاعت اللبن شوفوا بتسموها فين آآ بتسموها ازاي في المنطقة اللي انتو آآ موجودين فيها آآ بس لقها لا اما نص سلقة او آآ بنقاحها يومين مثلا او يوم ونص انا عايز يعني الوسط ده مش عايز ولا آآ نشفة قوي ولا طريق قوي عشان طريق قوي يعني فيها مياه كتير جدا يعني ممكن تبوز بسرعة آآ آآ لكن الوسط ده بيكون سهل على الطيور ان هي تكله بمنقارها عادي جدا طيب جبت الاطباق وهبتدي اوزع آآ الكميات يعني الجوز اللي عنده زغليل هحط له مسلا معلقتين من الغلة او آآ او الامح ومعلقتين من خليط الخضروات الجوز اللي لسه آآ آآ العدد بتاع الزغليل بتاعه قليل شوية هقلل طبعا برضو فيه طيور انت بتبقى عارف بحكم تربيتك ليها ان هي آآ بتحب الحاجات دي بتحب الوجبات دي اكتر من طيور تانية فانت برضو هتزبط القصة ديت حسب ما انت شايف لكن آآ هما آآ الوجبة ديت جنب الوجبة الاساسية يعني انا ما بشيلش الحبوب انا بقل كميتها بس طيب ليه عملت الخليط ده آآ لأكتر من سبب انا عايز خليهم يكلوا وجبة آآ مفيدة وتكون شاملة ومش عايز يكلوا من من نوع واحد معين كتير ليه آآ احيانا بعض الطيور زي البنقادمين كده بيبقوا عندهم مشكلة من مكون معين فانت لو قدمتوا بنسبة كبيرة وكان الوجبة بتاعتهم اغلبها من المكون ده فحيبان نتيجة المشكلة آآ بشكل آآ قوي عليهم لكن لما تحط كميات بسيطة من كل المكونات او من اكتر من مكون حتى لو عندهم مشكلة من مكون من ضمن المكونات مش هيدرهم الضرر آآ اللي بالك فيه لان هو نسبته اصلا قليلة فدي الفايدة الاولى الفايدة التانية التنويع بتاعة الفوايد لما تتكلم عن جزر وفايده اللي اللي ملهاش حصر لما تتكلم عن البقدونس والشبت الحلبة المستنبتة الكوسة الفلفل الرومي البصل الاخضر كل الحاجات دي غنية جدا بمضادات الاكساتة وفيها الياف وفيها آآ معادن بقى اللي انت نفسك فيها الكالسيوم والبوتاسيوم والماغناسيوم والزينك والحديد كل الكلام ده آآ موجود بتنوع كبير جدا فانت قدمت وجبة متنوعة لميت اغلب الفوايد اللي ممكن آآ هم يكونوا محتاجينها وكمان لو عندهم مشكلة من ضمن من مكونات ما يظهرش آآ الاثر السيء بتاعه عليهم طيب هل هكتفي بكده لأ حبيت اضيف الغلة الغلة من الحاجات اللي تعتبر مصدر بروتين قوي جدا بروتين نباتي وبرضو بقيت العناصر اللي اللي موجودة في الخضروات او في الفواكه موجودة فيها زي البوتاسيوم والا والا والماغناسيوم والكالسيوم والاملاح دي كلها موجودة فيها بس بنسب اقل لكن انا بالنسبة لي مستخدمها كمصدر للبروتين وبيدي برضو سعرات حرارية فهتدي طاقة للايه للزغليل الصغيرين اخر خطوة بقى لما بحط الحاجة في الاكلات بحب ارش عليه على الوش لو متاح عندك رش عليهم البزور اللي بيحبوها لو لو عندك بلكم آآ دنيبة آآ فلارس بيحبوها هتحط على الوش بيحبو عندك الحبوب بتاعة بزور الطاقة او زي ما بيسموها يعني ده اللي هو بزور النيجر وبزور الجرجير آآ برش آآ بعمل خليط منهم كده وببتدي ارش على آآ الوش بتاع الاكالة كنوع من ايه آآ التنويع في الفوايد بالاضافة ان لو بيحبوها بتخلي سرعة الاقبال على الوجبة ديت آآ اسرع آآ بتعمل الكلام ده فعلا لو هم آآ مش بيقبلوا على الوجبات الطرية بشكل كبير الحمد الله عندي الطيور بيحبوها سواء حطيت البزور دي او ما حطيتهاش آآ فهنا بيبقى الهدف منها الفايدة اللي موجودة في البزور كده الفيديو آآ رقم تسعة في السلسلة بتاعتنا خلص الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون بيتكلم عن الفترة اللي هي ما بعد الاسبوع الاول من آآ عمر الزغلول لغاية الفطعم ايه اللي محتاج ان احنا نعمله معاه وايه اللي هنعمله كمان في العش من تنظيف ومن آآ متعقيم عشان خاطر ما يحصلش اي مشكلة اشوفك في فيديو جديد بازن الله موسيقى